طيب عندنا رحمة حسن رحمة حسن فننا شابة وهي من الناس اللي عاملة نشاط كبير جدا على الانترنت القصة ايه؟ القصة انها عندها خلاف على حسب ما بتقوله مع منتج ويه طب تعالوا بص انا وريكم التغريدة مع منتج على 40 ألف جنيه ده مش مشكلتنا المشكلتنا او اللي اهتمت بالناس هي فكرة انها ردت على انستجرام وكتبت المنتج ده وقالت له يعني بما فيه العبارة انت بتقول معايش فلوس وانا معايش فلوس وانا عايزة الاربعين ألف لحد كده تمام ما فيش حاجة لكن اللي حصل بقى ان الدكتور أشرف زكي قدل بتصريحاته مبارح قال فيها أولا هو حاول تواصل معاها وهي مش عدو انقابة الممثلين وهي على حسب كلامه على حسب كلامه هو انها قالت انها تعرف تجيب حقها بطريقة طبعا قصة يعني مليلة تفاصيل كتير على فكرة استخدام السوشيال ناتورك في القضايا اللي من النوع ده اللي ما بين المشاهير واللقطة بقى كمان مهمة ان كتير جدا من المتابعين عندها او من بعض العاملين في الحقل الفني دخلوا وقالوا انهم عندهم نفس المشكلة مع نفس المنتج المنتج وده التصريح دي كانت بتقولوا على حسابها على طيب اهو ده التصريح الأساسي ده التصريح الأساسي اللي هو كان سبب الأزمة وسبب مشكلة اللي بتابعونا ومش متابعين المباراة ما زالت نتيجة 2-0 كما هي الفريق الريبي احنا هدخلنا عداء 60 الفريق الريبي اكثر سيطرة الآن دون خطورة حققية على المرمى فضل احنا المصرح من جدا الحقيقة طيب